بحضور يسم الشيخ فيصل بن راشد الخليفة وشكر إلى كل الجهات المشاركة على إقامة فعالية عرض فيلم محيط من البلاستيك مشيرا إلى أن عرض هذا الفيلم سيزيد الوعي بالموارد البيئية المحيطة ويعزز وسائل حماية المحيطات والبحار من التلوث وقال إن مستقبل المحيطات سيظل تحديا قائما مع استمرار عمليات التلوث التي تؤثر على مكوناته من مخلوقات بحرية وشعب مرجانية وأشار كذلك إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يحرص على إقامة شراكات طويلة من التعاون مع المنظمات المعنية من أجل دعم عمل المجلس في تحقيق التنمية المستدامة وقد أعربت معالي الشيخ خمي بنت محمد الخليفة رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليم العربي للتراث العالمي عن سعادتها بأن يستقبل المركز الإقليمي هذه الاحتفالية التي تعكس نموذجا في التعاون البناء ما بين مختلف الجهات من أجل قضايا التراث الطبيعية والمحافظة على بيئة صالحة لتنمية مكتسبات الإنسان الحضرية من جانبه أعرب سعادة السفير الألمانية سيد الفريدس منز عن سعادته لمجاركة استفارة في تنظيم هذه الفعالية مشيرا إلى أنه من أجل دعم جهود إقامتها حرصا على زيادة الوعي بخطورة التلوث في سياق متصل أكد السيد علي الكسير مؤسس جمعية كلين أب بحرين أن الجمعية تسعى إلى نشر الوعي بحركة التغيير العالمية نحو الحفاظ على البيئة البحرية في فيلم محيط من البلاستيك أنتج عام 2013 وأخرجه جرين ليوسون من خلاله تم توثيق الضرر الذي يسببه رمي المواد البلاستيكية في مياه المحيطات بحسب ما توصلت له آخر الأبحاث العلمية وتبع عرض الفيلم جلسة نقاشية لعدد من المختصين في المجال البيئي يتناولون موضوع التأثير السلبي للمواد البلاستيكية على الطبيعة اشتركوا في القناة